طبعاً نتكلم عن كابتن يوسف لعب كبير لعب طبعاً شارك في بطرة آسيا لعب مميز لعب في قلب الدفاع من أفضل لعباء القطريين في الأول الأخيرة طبعاً انتقال في في الفترة الصيف هذه طبعاً انتقال لنادي الأهلي المصري طبعاً نادي كبير لا تاريخ انتقال طبعاً جيد وممتاز ويعطي دافع للعب انه يكون من أفضل لعبه في آسيا ان شاء الله وفي أفريقيا مدرب كبير طبعاً مدرب نادي الأهلي المصري طبعاً كابتن يوسف راح يبرز نفسه كلعب أساسي في الفترة الجاية طبعاً لعب مميز لعب ذو خبرة جيدة في مجال كرة الغدو وحالياً في مركز غلب الدفاع أما السؤال الثالث عن موضوع كخطوة انتقال يوسف إلى أوروبا بعد نادي الأهلي أتوقع أنه وصل مرحلاتنا إذا لعب في نادي الأهلي المصري هو إنجاز كبير يعتبر طبعاً نادي الأهلي من أبرز الأندية في العالم الخطوة هذه تكفيه أنه يكون لعب مميز وانتقال نادي الأهلي أتوقع أن نفسه مستواب سيكون في أي نادي أوروبي كابتن يوسف عيمان في فترة تجربة معي نعم لعب ممباراة ضد نادي قمص الله الغطري في دوري 23 ما أنسى طبعاً من أفضل لعيب اللي كان فيها مميز في هذه المباراة أحرز أحسن هدف كان في الفترة هذه طبعاً من قلب الدفاع إلى طبعاً مهاراته العالية في التسديد من خارج المرمى ولعب مهاري ولعب يمتلك تركيز عالي في الدفاع ترجمة نانسي قنقر